الحراك الشعبي يدخل أسبوعه الحادي عشر على التوالي الجزائريون يتأهبون لآخر جمعة قبل حلول الشهر الفضيلة فهل ستتواصل هذه المسيرات كل يوم جمعة خلال النهار أم ستتحول إلى مسيرات ليلية بحكم الصيامة؟ نحن لا يحبش حتى يروحوا وقع نخرجوا بالجمعة والجمعة كما العادة ونخرجوا بالجمعة والفضل شعارات الحراك الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحالية لن تختلف كثيرا في شهر الصيام عن تلك المرفوعة في الجمعات الأولى شعارات ما شاحت بالدل بين باللي الناس هادوما كايين ناس دوكما اللي رمع الجيش كايين نحن نقول لهم الليسانسيات كايين كلمة واحدة يتوحدوا وإن شاء الله فيها فيها الشنجمات الشعب الجزائري يا ربعين مليون جزائري ما عندكم حل حتى حل أفار الدستور شدوا في الدستور الذبحوا السياسيين بالدستور تحب أيام قليلة فقط تفصيلنا على حلول الشهر الفضيلة الحراك يرفض التراجع ويصر على مواصلة مسيراته الشعبية السؤال الذي يطرح هل سيبقى الحراك على نفس الحدة التي انطلق بها أم أن الصيام سيؤثر على عدد المتظاهرين شكرا 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 شكرا